فذهب ولليهود أو رؤساء الكهنة ورؤساء الشعب واتفك معهم وأخدوا ورحوا بيه لبيلاطس وهنا هنلاقي ان هما اتدرجوا بقى وبالفكر كده الشباب ان هما علوا في الافكار يعني ايه علوا في الافكار ان هما رحوا لبيلاطس لو هما رحوا لبيلاطس وقالوا ان ده بيقول على نفسه ان انا هنقض الهيكل وابنيه في ثلاث يام ما عملش حاجة الراجل ما عملش حاجة برضه هو لازال ما فيش حاجة فدي بالنسبة لتهمة مش سياسية يقتل عليها لو رحوا قالوا له انه قال عن نفسه ابن الله المبارك عادي بالنسبة له ما فيه في الثقافات اليونانية قبل الرومانية ان فيه ابن الاله والافكار دي منتشرة يعني لكن حينما قالوا له انه اثار شغبا وجمع حوله الناس وقال سوف لنعطي الضرائب الى روما مرة اخرى وقال انه هو الملك وهنا ابتدى يحرقه بيلاطس بيلاطس لانه هو في الاول الاخر هو شخص روماني والي روماني او حاكم روماني على مقاطعة اليهودية فهنا ابتدى يسأله بيلاطس هل انت فعلا ملك اليهود فالمسيح جاء وقال له انت قلت فبقول له انت امنت يعني ده من نفسك ولا حد اقل لك كده فابتدى واحدة واحدة بيلاطس ملقاش في شخص المسيح اي حاجة اي زنب يعني ملقاش في اجاباته اي حاجة تستوجب انه يموت والمعروف عن شخص بيلاطس انه حاكم منطقة اليهودية من سنة 26 ميلادية 36 ميلادية وكان شخص لا يحبه اليهود وهو لا يحب اليهود لكن هو شخص هو يفكر في ذاته طول الوقت يفكر فيه مصلحته الشخصية طول الوقت لما لقى ان حاول انه يخرج المسيح باي طريقة فقال لهم انتوا ليكم عادا انا بيطلق لكم كل عيد احد السجناء ايه رايكم اطلق لكم يسوع اللي سيقولون عليه انتم انه ملك اليهود قالوا لا ليس لنا ملك الا قيصر ولو انت خرجت بانت كده معادل قيصر كده الموضوع بقت صعب فقال لهم انت بقى اطلق لكم براباس ولا يسوع المسيح ده قال لهم لقى اطلق لنا براباس مع العلم ان براباس كان لصا وكان اشترك او تورط في عمليات قتل وبالفعل لم يجد مفر بالرغم من امرأة بيلاطس ارسلت اليه وقالت له اني تألمته بسببه في حلم فكان حزرا ولم يجد منه اي شيء يستحق الموت الى انه ربما لخوفه من اليهود بسبب الجمع كان يتزايد ففي الاخر انه استسلم بيلاطس وحتى في الوقت ده كان هيرودس اللي هو رئيس الجليل او هو حاكم الجليل كان موجود في قرشاليم لانه كان عيد في وقتها فارسله برغم ان كان فيه عداوة وكانه نؤمن التخلص هو عايز يشير من عليه حمل هذا الدم هيرودس برضو ما لقاش فيه حاجة استهزقه بيه شوي رجعه البيلاطس بيلاطس في الاخير ما لقاش غير انه يخسي اليديه وهو اعتقت بهذه الطريقة اصبح مغسولة الايدي من دم شخص المسيح ولكن بالطبع هذه فكرة خاطئة لان بيلاطس هو الحاكم مثلما يكون القاضي كيف يحكم القاضي ويقول اني لاجد فيه علة وهو بريء وكيف يسلم للقضاء وللموت بالصلب فطبعا فيه تناقض هنا السبب الاساسي في قتل المسيح وفي دم المسيح هم اليهود هم السبب المباشر وهو حتى الكتاب يقول كده ان بيلاطس علم انهم اسلموه اليه حسدا فهنا لا اليهود ابرياء من دم المسيح ولا بيلاطس نفسه اللي هو الشخصية التاريخية اللي كلم عليه تاسيتوس في الحوليات وذكروا انه كان الموجود هو الوالي اللي امر بقتل المسيح وكذلك نفس الامر يوسفوس المؤرخ اليهودي نقل نفس العبارة بالفعل